ازاي ترسم خريطك بشكل صحيح بنظام كل برج بي لو دخلت في موقع اسطر وثيم اللي احنا دايما بنستخدمه وجيت هنا عند كلمة ناتل تشار الخريطة الميلادية او تكبر الصورة هنا كده هو وتدور على كلمة الكلمة دي وتصغر كده هو وتيجي هنا كده هو تقول مثلا احنا عايزين خريطة هند فكيف نجيب خريطة هند اللي دايما بنستخدمها انا لاني مسجلة عمدي فوق فهدوس هيرسمني خريطة هند هنا مش ععطيني نظام كل برج بي عاطيني نظام نظام اللي بيسموه نظام الاسهم نظام البيوت المتساوية ونظام كوخ انا مفيش لو ايكوال هاو اوكي دي الخريطة ما بيدينيش نظام كل برج بي نزل تحت كده فين الخريطة فين نظام كل برج بيت واحد يقولك المريخ هنا اه ده الخط المريخ هنا في البيت الاثناشر ولا في البيت الاول لأ هو البرج كله على بعضيه ده كده اسم البيت الاول المشتري في السرطان كله ده كده البيت رقم اتناشر وكذا فكيف تطلعها بشكل صحيح ما عندكش الا موقع استرو سيك تدخل في جوجل تكتب استرو سيك وتكتب جنبيه كلمة اه اه نتلة شارت الكلمة دي نتلة شارتني على نتلة شارت ناتلة شارتني هنا تدوس على كلمة نتلة شارت يطلع عليك انا كده احنا دلوقت نابدين نكتب خريطة هین دايما بنستخدم عندنا شل هندي دي اربعة واشه جوان اربعة اربعة اللي هو ابريل وا الف تسعمائة قلنا تمانية وسبعين وانا منها مولودة الساعة واحدة déjà ظهر الليها الساعة تلتعشر. والن هي مولودة في خمس مشيط. كتبناها ستلاف الف مرة. خمس مشيط اهي. سواني. خمس مشيط. التركية هنا بقى. تدوس في وتقول له انا عايز نظام بس. لما تدوس كلمة دي كلمة بس. الكلمة دي. انا عايز نظام شكرا ان يعطيك العافية. كالكوليت. ارسمنا الخريط. ونزل تحت كده لسملك الخريط. حط لك المريخ هنا في الدرجة خمسة في البيت رقم واحد. وحط لك ان هنا كده هو ده كده اسم البيت رقم واحد. كتب لك هنا البيت رقم واحد بس مش بينه. لان دخلها في كلمة واحد. وده البيت رقم اتنين. وده البيت رقم ثلاثة. وده البيت رقم حداشة. وده البيت رقم اتناشة. فكيف ترسم خريطك بنظام كل برج بيت مش هتلاقيها في هتلاقيها في هتلاقيها في هكتب جنبها نترة شرط. وكل حاجة بالانجليزي. و لازم تعلم انجليزي الناس يقول لك انا مرافش انجليزي حبيبي لازم تعلم انجليزي الانجليزي ده مهم هتلاقي عندها القمر في العقرب في البيت الرابع تكبر الصورة كده وهو هتلاقي يكتب لك البيت الرابع او بس لازم في الغالب يكن البيت العاشر وده ركم اربع معرفتش يا سيدي واحد اتنين اربعة خمسة ست بس كمل هنا 7 8 9 10 11 12 هتلاقي ان 12 دي هي نفسها 12 دي 11 دي هي نفسها 11 دي 10 دي هي الامسي 9 هي 9 8 هي 8 وهكذا 6 هي 6 الارقام بتاع البيوت مكتوبة جوة كده في الداخل ماشي انا زي ما قلت لكم مش باستخدم من المواقع ابدا دايما نستخدم تطبيق استرولوجيكا لتشارتس برو ودايما نتكلم عنه لان كل فيديو بتسئل عنه مع ان كل فيديو بقول عن ده التطبيق اللي باستخدمه هنا بقى الكلام واضح ده خمسة مكتوبة خمسة اربعة مكتوبة اربعة تلاتة مكتوبة تلاتة والكواكب مرسومة جوة البروج وجوة البيوت هنا مكتوب ان القمر وزحل ونيبتون في الحوت في البيت رقم تمانية رقم تمانية مكتوبة كده بالاحمر والحوت مرسوم كده باللازرة وزحل مرسوم كده والقمر مرسوم كده والقمر وزحل موجودين في ورج الحود في البيت رقم 8 يا السلام اوضح من كده ما فينش اوضح من كده ما فيش اوضح من كده ما تتلاقيش طيب بس كده